بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا وسيدنا وحبيبنا محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله وحبيبه بلغ رسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة فكشف الله تعالى به الغمة اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخرج الإمام الترمذي بسند حسن من حديث عقبة بن عامر رضي الله عنه رضي الله عنه أنه قال يا رسول الله من نجاه قال أمسك عليك لسانك وليسعك بيتك وابكي على خطيئتك وسنقف الآن مع قول النبي صلى الله عليه وسلم وابكي على خطيئتك هذه الوصية النبوية والنصيحة الذهبية من النبي صلى الله عليه وسلم تجعل الإنسان يفكر كثيرا في ماضيه وفيما اقترفه وفيما جناه من خطايا وذنوب ومعاصي وآثام في حق نفسه وفيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس فإن فكرت في هذا بصدق بكيت من خشية الله عز وجل وابكي على خطيئتك البكاء على الخطيئة مكرمة ونعمة من الله عز وجل قال النبي صلى الله عليه وسلم عينان لا تمسهم النار عين باتت تحرص في سبيل الله وعين بكت من خشية الله ابكي الآن على ما فرط منك ابكي الآن أنت على ما بدر منك على ما فعلت وفعلت وفعلتم من معاص وذنوب ابكي من خشية الله عز وجل حتى يرحمكم الله جل جلاله وابكي على خطيئتك ما لأراك على الذنوب مواظبة أأخذت من سوء الحساب أمانة ما لأراك على الذنوب مواظبة أأخذت من سوء الحساب أمانة لا تغفلن كأن يومك قد أتى وكأن عمرك قد دنى أوحانا لا تغفلن كأن يومك قد أتى وكأن عمرك قد دنى أوحانا وأتوا بغسال وجاءوا نحوه وبدى بغسلك ميتا عريانا وأتوا بغسال وجاءوا نحوه أذكر هذا المشهد كأنك فيه لست كأنك تغسل كأنك أنت المغسل وأتوا بغسال وجاءوا نحوه وبدى بغسلك ميتا عريانا غسلت ثم كسيت ثوبا للبلاء ودعوا لحمل سريلك الإخوانا وأتاك أهلك للوداع فودعوا وجرت عليك دموعهم غدرانا فخف الإله فإنه من خافه سكن الجنان مجاورا رضوانا جنات عدن لا يبيد نعيمها أبدا لمن تخالط روحه ريحانا ولمن عصى نار يقال لها لضا تشوي الوجوه وتحرق الأبدانا ولمن عصى نار يقال لها لضا تشوي الوجوه وتحرق الأبدانا نبكي وحق لنا البكى يا قومنا كي لا يؤاخذنا بما قد كان عش ما شئت فإنك ميت وأحبب من شئت فإنك مفارق واسمع هذه الآيات أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون أفرأيت إن متعناهم سنين يعني لو أنك تمتعت في الدنيا سنوات وسنوات وسنوات مع معصية الله عز وجل ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون ولا كأنك تمتعت يوما ما إذا كنت من أصحاب النار إذا كنت من أهل المعصية ولم تتب إلى الله عز وجل ولم تبكي على خطيئتك لما قيل للنبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن جدعان يا رسول الله فعل وفعل وفعل وكان كريما جدا وكان يطعم الطعام وكذا وكذا يعني ما حاله ما مصيره قال إنه لم يقل يوما رب اغفر لي قطيئة يوم الدين قلها الآن رب اغفر لي قطيئة يوم الدين قلها يوما من الأيام الآن قلها رب اغفر لي قطيئة يوم الدين فهنا الدنيا الذي يعيشها بطولها وعرضها ويعص الله عز وجل ولا يبالي ولا يفكر أنه سيبعث يوما ما ويسأل عن كل ما فعل هذا يعيش في ضلال مبين الله عز وجل ذم قوما فقال تعالى ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين تريد أن تبكي على خطيئتك تمثل هذا المشهد اجعل هذا المشهد أمام عينيك أمام ناظريك أنك تقف بين يدي رب العالمين وسينشر كتابك ويقلك اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبة وانظر إلى البلايا والخطايا والسيئات العظام والكبائر وخف أن يحاسبك الله عز وجل عليها وأن لا يغفرها لك عندئذ ستبكي من خشة الله ستبكي من خشة الله وستبكي على ذنوبك انظر إلى طول الحياة وعرضها وأنك لم تتقرب إلى الله عز وجل بصالح الأعمال وأنك لو قيل لك على فرض أن ملك الموت سيأتيك بعد ساعة وأنك لست مستعدا للقاء الله عز وجل عندئذ ستبكي على خطيئتك ستبكي من خشة الله عز وجل ستبكي على خطيئتك وستأتمر بوصية النبي صلى الله عليه وسلم وابكي على خطيئتك لما بنى هارون الرشيد قصرا مشيدا دعا الناس لافتتاح القصر كعادة الملوك وجاء الكبار وجاء الوجهاء وجاء الشعراء والفقهاء والعلماء فمدحوا قصره وتقرضبوا منه بالكلام الطيب وكذا وكذا والدعوات الطيبات وكان أبو العتاهية الشاعر كان حاضرا وكان ساكتا فالتفت إليه هارون وقال له وما تقول فيما نحن فيه يا أبو العتاهية فقال أبو العتاهية عش ما بدى لك سالما في ظل شاهقة القصور يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور عش ما بدى لك سالما في ظل شاهقة القصور يسعى عليك بما اشتهيت لدى الرواح وفي البكور فإذا النفوس تقعقعت في ظل حشرجة الصدور فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غروف فبكى هارون بكاء شديدا حتى قال من بجوال هارون لأبو العتاهية كدرت علينا يا أبو العتاهية كدرت علينا يعني كدرت علينا فرحتنا وأبكيت أمير المؤمنين فقال لهم دعوه فإنه رآنا في غفلة فأراد أن يوقظنا يعني هذا هو الذي يقال في مثل هذا الحال يعني ذكره بأن هذه القصور وأن هذه الحياة إنما هي لا قيمة لها إذا جاءك الموت وتحشرجة الروح وهي خارجة وهي صاعدة إلى الله عز وجل فهناك تعلم موقنا ما كنت إلا في غرور سيذهب كل ذلك عنك ابك على خطيئتك أيها الخاطي بليل الخاطئين أيها الخاطي بليل الخاطئين جاء ضوء الفجر فانتبه قبل لحاق الأولين ومضيق الحجر واستبر فالله يجزي الصابرين بعظيم الأجر فبيوم وبشهر وبعام تنقض الأعمار وجزاء الخلق في يوم الزحام جنة أو نار النبي عليه الصلاة والسلام يقول لك منذ زمن طويل ابك على خطيئتك قبل أن تقول نفس يا حسرة على ما فرضت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين قل يا عبادي الذين أصرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب بغتة وأنتم لا تشعرون أن تقول نفس يا حسرة على ما فرضت في جنب الله وإن كنت لمن الساخرين أو تقول لو أن الله هداني لكنت من المتقين أو تقول حين ترى العذاب لو أن لي كرة فأكون من المحسنين إلى آخر الآيات ابكي الآن قبل أن تبكي دما بدل الدمع يغمس أغنى وأسعد أو أغنى أهل الأرض أو أنعم أهل الأرض من أهل النار يغمس في النار غمسة ثم يقال له هل مرض بك نعيم قط هل مرض بك خير قط فقل لا والله يا رب ما مرض بي نعيم قط وما رأيت خير قط ابكي على خطيئتك ويؤتى بأبأس أهل الأرض من أهل الجنة فيغمس في الجنة غمسة ثم يقال له هل مرض بك فقر قط هل رأيت بؤسا قط فيقول لا والله يا رب ما رأيت بؤسا قط وما مرض بي فقر قط الذي يبكي هنا يسعد هناك إن الله عز وجل لا يجمع على عبده أمنين ولا خوفين فمن خافه هنا أمنه هناك ومن أمنه هنا خوفه هناك ولمن خاف مقام ربه جنتان دع عنك ما قد كان في زمن الصبا واذكر ذنوبك وابكيها يا مذنب واذكر مناقشة الحساب فإنه لابد يحصى ما كتبت ويكتبه لم ينسه الملكان حين نسيته بل أثبتاه وأن تلاهن تلعب وغرور دنياك التي تسعى لها دار حقيقتها متاع يذهب الليل فعلا والنهار كلاهما أنفاسنا فيها تعد وتحسب أسأل الله عز وجل أن يبصرنا بدنيانا وأن يبصرنا بأخرانا وأن نعمل للآخرة وأن نستمع لكلام النبي صلى الله عليه وسلم إنه ولي ذلك والقادر عليه وصلى الله وسلم وبرك على حبيبنا محمد وآله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا